يسعدنا هذا اللقاء المبارك بإذن الله مجود الأستاذ مالك والأخت الكبيرة والمعلمة الأولى في هذه البلد أخت منيرة خصوصها الله فتدميذاتها فأهلا وسهلا بكم أجمعين وإن شاء الله فيها الخير والبركة هذه اللبسة دائما وأبدا برمانين بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خير المرسلين صدق لي أن تحدثت مع بناتي وعلى رأسهم في موضوع في سؤال في الجواب على سؤال جاءني من طرف الكنة في خصوص توجيه المرأة وقلت ما أعتقده كافيا في خصوص المرأة ثم أظن تكرر هذا السؤال في صورة قريبة من السؤال الأول فأعتقد أننا نواجبنا أن نقتصد الوقت ولا نجيب على سؤال مراتين مع وجهة السؤال قطع الحديث مشكلة المرأة منذ ربع قرن تقريبا في كتاب شروط النهضة وعقدت له فصل خاص يهتم بالجانب الاجتماعي للمرأة المسلمات سواء عندنا في المزاير سواء في البلاد الأخرى عندما شعرنا بطيار بدأ حوالي سنة سبع وربعين يجرف المرأة المسلمة البنة المسلمة ونرى اليوم نتائج كبعض نتائجي هذا الاتجاه السيء ولهذا عندما أحللت هنا في دمشق حمدت الله كثيرا على أنني وجد بناتنا مهتمات برعاية سلوكهن من الناحية التي تقربهن أولا من الله عز وجل ثم تجعلهن مؤمنات صالحات في المجتمع الإسلامي ثم هذا الفصل إذا يريد من كنا له الحق أن يطلع على هذا الفصل في كتاب شرط النهضة فصل المرأة كتاب شرط النهضة أظنه يجيد حتى اليوم بعد ربع القرن أظنه يجيد ثم وجدت اليوم صدفة في كتاب آخر في مهب المعركة مجموعة مقالات تدقل في لطاق النشاط الإسلامي في تلك الفترة أعني سبع ربعين ثمن ربعين سبع ربعين إلى ثلاثة خمسين أظن ووجدت بين هذه المقالات مقالتين فيما أعتقد أيضا طرحت تناولت فيها فيهناء قضية المرأة لا أدري لا تذكر كيف علشت هذه القضية فالكتاب عند بنتي أم عصان قد تقرأونها مع هذه المقالتين إن كان لا أدري الآن لا أدري لأن البعض خليل بين وبين هاتين المقالتين لا أتذكر محتواها وإنما أرى أن يكون فائدة بنتنا المؤمنة أن تبطل على هذه الجوانب التي طرحناها في كتابين ويكفيني أن أشير إلى هذا في ما يتعلق بخصوص المرأة المسلمة إذا خصفناها إذا خصفناها عندما في كل مجتمع عندما يكون المجتمع مهدداً بأخطار معينة عندما سيكون الأخطار تحلق على مصيره عندما يكون المجتمع في ميزو سلمه حالة إنقاذ لا فرق بين المرأة والرجل القضية قضية المسلم لا قضية المسلمة والمسلم القضية قضية المسلم وقضية المسلم فقط فلو نراجع الكرآن الكريم لا نجد فيه معدى أشياء خاصة بحقوق المرأة ووجبة المرأة لا نجد فيه الفواصل التي بكل أسف نعمقها الآن في أبهاننا بين المرأة والراجل نعم من يعلم ما قاله عز وجل في سورة الإنساء قد يفتفي في قضية المرأة ولكن القرآن كله يتضمن وصايا عامة للمسلم كمسلم سواء كان رجلا أو كان مرأة فمن واجب بناتنا خصوصا بناتنا متقفة أن يدركنا دورهن طبعا أو لن يقبنا بواجدهن من حيث العدادات من ناحية العدادات ولكن أكثر من ذلك يجب أن بناتنا تكون واعيات لفترة التي يمر فيها العالم الإسلامي كي يواجهنا بأنفسهن أو بإرشادهن لأبائهن وإخوانهن وأزواجهن وأبنائهن كي يواجهنا كي يتجهنا أولا باتجاه المناسب للفترة التي نشير إليها وكي يواجهنا من حولهن توجيه المناسب للفترة التي يمر بها العالم الإسلامي أظن هنا أيضا فيه عقد العقل الإسلامي الفكر الإسلامي ورثاء والأمر طبيعي لا شهود فيه ورثاء من ماضيه القريب بعد انتضاء حضارته ورثاء أشياء متعددة بعضها صحيح وبعضها يكون عقدا تحرمه من التصرف السليم ذكرته فيما أعتقد في مرة سابقة في حلقة لبناتنا مثلا أن القضية التي تطرح اليوم في المشاط الإسلامي يعني يوم منذ العهد الجديد الذي يسميه المغرب الإسلامية يعني منذ عهد جمال الدين الأفرامي رحمه الله ورفيقه وتميله الشيخ محمد عبدو أرى أما الفكر الإسلامي يعني يحمل عقدة في الوقت الذي كان عليه أن يواجه مشكلات الإنسان كفرد اجتماعي الإنسان المسلم الإنسان المسلم كفرد اجتماعي أعترته بعض الأمراض أيضا بطريقة طابعية لا جدودة فيها لأن التاريخ يحتمل هذا طبقا إذنة الله عز وجل في القرآن الكريم وتلك الأيام مداولها بينماس فبعد الصحة لابد من مرض فبعد الشباب لابد من شفوك وعريب فهذه الأشياء تجعلنا نواجه أشياء طبيعية لا يجوز لنا أن نعقدها أن نزيد في تعطيبها كأنها كأنها نقمة من الله حلت لنا لا يجب أن نتجم هذا التشاؤل أولا إن العالم الإسلامي فعلا يمر بمحنة المحنة التي تعرفونها تحت اسمها مختلفة مثلا أحد الأسماء الاستعمار مثلا والجهة المتخدم إلى خد هذه المحنة نقول نكرر إذا رجعنا تاريخ الإنسانية على العموم ما راها أمراض اجتماعية تعتري كل المجتمعات التاريخية التي مرت على سطح الأرض على وجه الأرض تعتريها تعتريها يأتي بعد الظهار يأتي أكثر ودوائل إذن يجب أولا أن لا نتشان ثم يجب أن لا نعقد المشكلات ولا نعتقد مثلا أنها نقمة من الله حلت بنا لا بل حتى في المصائب التي حاطت مثلا بالأمة الإسلامية في الأشهر الأثيرة مثلا المصيبة باكستان مثلا على سبيل المتحدة والأمثال بكل أسف كثيرة كذلك المصيبة التي حلت بالأمة الإسلامية سنة سبعة وستين كذلك المصيبة التي حلتها سنة سبعة وستين فهي من صنع أيدينا ليست نقبة أمن الله فهي مما اشترحنا واشترحنا هذا لأننا فقدنا بالضبط إدراك هذه الجوانب حتى من كان منغمسا في عبادة الله كان ملتفتا عن جوانب الأخرى من وجداته وجدات كبيرة كان عليه أن لا يزهد فيها وهذا إذا ذكرت المتعبد فما بالنا إذا ذكرنا إذا ذكرنا التائح إذا ذكرنا التائحين فالأمر أدهى وأمر أما إذا ذكرنا ويكفينا أن نذكر المتعبدين لا يجوز لهم أن يفرطوا في مسؤولياتهم اجتماعية حتى لا يتيحوا لشياطين الأنص أن يتعدوا على حرمات وأن ينتهكوا حقوق وأن يهضموا حقوق أمم وشعوب يجب على المرشدين المسلمين أن يكونوا على إدراك ووعي كام لما يضرروا حول الأمة الإسلامية وأحياناً وما يسري تحت عبدانها كلغة لو انتبهنا لو انتبهنا لو انتبهنا مثلا لتكوين لتكوين دولتين مثل فاكستان وكلنا عموماً 99% أو أكثر الحقيقة 999 في الألف كانوا يوم تأسست دولة فاكستان لأنها دولة إسلامية والكلمة هذه ضرر كثير ما تغرر بنا فرحنا وأنا لم أفرح قل الحقيقة يجب أن أقول الحقيقة لم أفرح تبين لهم بعيد أنها كانت مكيدة ضد الإسلام وليس هنا مقام القضية مدروسة في الكتابين أيضاً منذ الكتاب الأول منذ ربع قرن والكتاب الثاني منذ تقريب 20 سنة وجهة العالم الإسلامي أعطيت رأيي في هذه القضية وحمدت الله لما سمعت لأن الشيخ فضيلة الشيخ الموجودة كان أيضاً على نفس الرأس حمدت الله حمدت الله كثيراً فنحن نعيش إذن على بركة فيجب أن نواجه الأخطار التي تحت أقدامنا نعم يجب أن نتخرب في كل لحظة من الله بعبادتنا هذا ما لا نعيد فيه النظر يوم يوم أشهدت العباد على أنفسها في صلب آدم بأنها أمنت بربها نحن أمنا بربنا في صلب آدم إذن لا نعيد هذه الأشياء لا نعيد النظر في هذا خصوصاً نحن المسلمون والذين تفضل عليهم الله بالفضل الكبير وبالرعاية الكبرى عندما هداهم في صلب أبائهم إلى الإسلام فهذا لا نعيد فيه النظر وإنما نعيد النظر في سلوكنا كأفراد مسؤولين عن مصير هذه الأمة سواء كنا إناثاً أم ذكوراً سواء كنا إناثاً أم ذكوراً يجب أن نتحمل كل المسؤولية يجب أن نتحمل كل الأعباء يجب أن نهتم بأمر هاته الأمة في كل جوانب حياتها ومن لا يهمه من لا يهمه أمر المسلمين فليس منهم إذن يجب أن لا نهتم فقط بما يقربنا أفراداً من الله وهذا بعد الاعتراف بأن هذا واجبنا ولكن يجب أن نتقرب إلى الله بما نصلح به وضع المسلمين بما نخدم به الأمة الإسلامية بما نقدمه من نصيحة من توجيه صالح لهذه الأمة خصوصاً في حالة الأخبار كالحالة التي أشرت إليها بكلمة حالة إنقاذ اليوم فعلاً العالم الإسلامي وكبر هذا يمر بحالة إنقاذ يجب أن نكون واعيين في هذه المرحلة القطيرة وهذا ربما هذه الكلمة تشعرنا بالتشاؤم بينما أكرر دائماً أينما أمر أكرر دائماً في كلامي إنني لست متشائماً ولا متفائلاً أدرس القضية كما هي إن اقتضى الحال أم أقول ثنين وثنين أربعة لا أقول ثلاثة ونصف أبداً لا أبارك مثلاً في سنة لم أبارك في سنة 48 في تكوين دولة باكستان لأنني كنت أعلم أنها مؤامرة ضد الإسلام يجب أن لا تاغتر بالكلمة لأنها دولة إسلامية ليهمني دولة إسلامية يهمني مصير الإسلام أكثر من دولة إسلامية فعليه يجب على دماثنا إن شاء الله أن يتجهنا أيضاً في هذه الاتجاه وإن يسعينا لكفاهم وأدراك ضروف هذه المرحلة القاصة ولشك أن ما تفضل عليكم به الله من فضل كبير لما أداف كنا إلى صراط المستقيم من حيث العبادة أن تتممنا الخطوة الأخرى للطلاع بمسؤوليات أخرى بمسؤوليات النصيحة للمسلمين والمسلمات طبعاً في المسؤوليات التي تتصل لنصير المجتمع الإسلامي من ناحية أخرى يجب أن نقل في كما ظرف رسول سامي دمتي الكريمة منيرة أن لما نقول لما نقول أن المجتمع الإسلامي يمره الآن بحالة نقاض سأنني أتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى بمعنى إِلَعَلَّ فَيْنَ كُنَّ مِنْ عَلْفُهُ بِنَصْهِ إِلَعَلْمُ بَكَّرْنَا جُزَرُ اللَّهُ بَكَّرْهُ 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 بِمَكْرْهُ بَكْرْهُ بِينَا إن قوماً استهنوا سفينة فكان بعضهم أعلى وبعضهم أسفلها فقال الذين كانوا أسفل السفينة فنفقوا فيها فقباً نتناول منهما حتى لنزعج الآخر هذا تصوير قضية مركب فيه فريقان من البشر كساهماه فقال أحد الفريقان أنه لو يأخذ الماء من جنب من تقبل يفضله في جنب السفينة قد يقتصد بذلك من إزعاج الآخرين فيعلق الحديث صلى الله عليه وسلم على صعبين يعلق الحديث بعد ذلك على هذه بعد أن قدم القضية كما إذا هذه القضية ماذا يأتي كحكم في هذه القضية من رسول الله فإن ترثوه غرق وهلك وهلكوا معه وإن ضربوا على يده نجا ونجوا معه هذا الحبر هذا الحبر إذن فإذا أخذنا هذا الحديث في مدلوله الآن في ضرق من الظروف التي نتصور فيه المجتمع الإسلامي كمركب كسفينة معرضة لخطر إذا تصورنا هذا يجب أن لا نترك أنفسنا لتصرف الفرد باجتهاد قد يكون فيه شيء من قد يكون فيه النية الحسنى وقد يكون فيه شيء من لباقة أو من اللطف بالآخر ولكن يجب علينا كما يشير لذلك الحديث الشريف أن نحافظ على أمن السفينة وأمن السفينة يفضي أولا وحدة ركاد وحدة سلوك الركاد أن لا يتصرف أحد دون أن يكون تصرفه مطابقا لسلامة الجميع لا لسلامته هو مثلا لو نضيف شيء في تفسير الحديث لأن باب الاجتهاد لم يغلق علينا حديث ولا آية باب الاجتهاد لو نتصرف في هذا الحديث هل يجوز أيضا في سفينة في حالة الغرق حالة الغرق في بحر لوجي أحاط بالسفينة من كل جانبين هل نسمح لجماعة من ركاد أو لأفراد لجماعة من ركاد أن يتصرفوا حتى من بنية حسنا بطريقة بطريقة لا تتطفقوا مع الصالح العام للركاب أجمعين فنقول لا لا يجب أن الجميع يتكتفون يجب أن الجميع يتساندون يجب أن الجميع يطارعون أنه يسنكون نفس المسلك ويد الله مع الجماعة لا تتطفقوا أمتي على الظلال يقول صلى الله عليه وسلم فيجب علينا خصوصا في مدينة عريقة مثل دمشق التي كانت مهدا لحضارة نعرف نجدها تعيفنا تعيفنا نجدها لعل الله يريد بهذه المدينة أن تكون مهدا لنهضة جديدة في العالم الإسلامي أنتم أنتم طليعتنا أنتم الموجوداتنا وفي أرجاء المدينة فيجب على بناتنا أن لا ينفردنا بسلوك أن يكون طبعا إجتهاد إجتهاد فردي كل نفس لا تحمل وزر الأخر ولا تحمل وزنة وزر كيف الآيان؟ ولكن هذا لا يمنع هذا لا يمنع أن الوزر الأكبر وزر الأكبر أعني وزر السفينة وزر السفينة المهددة يجب نظرا لأن نتحمله جميعا أن نتحمله جميعا وأن نجتهد أن نكون عند حسن نية إخواننا كما يكون هم عند حسن نيتنا حسن ظننا ونكون نحن عند حسن نتمم أن نكون عند حسن ظننا ويكون هم أو هم عند حسن ظننا فهذا هو الشيء الذي أوصي به بناتنا أرجو الله أن يفتح القلوب للمحبة الصافية بين الأخوات وبين الإخوان الصادقين والصادقات إيمانينا حتى يكون الجميع الرعيل الأول والطالعة الأولى التي تنهض في مدينة دمشق بنهضة جديدة نهضة أخلاقية نهضة دينية أعني نهضة أخلاقية نهضة بكلمة واحدة حضارية تمجد مجد الإسلام و تجدد عزة المسلمين وتمهد لسبيل وتمهد السبيل لتبليغ الهداية الإسلامية لغير المسلمين لأما إذا أشرت من ناحية إلى شيء ربما يعلق عليه مستمع متسرع في حكمه بأنه شيء متشاغم أكرر حكمي في الموضوع أنه ليس تشاؤما وإنما نظرة واقعية في الموضوع أولا ثم أضيف أنه ليس مقمة موظاه علينا نحن مستمع الإسلام بل ربما هو رحمة وإنما رحمة تؤدبنا وتوقفنا عند حدنا لأننا أحيانا سرنا خطوات في غير الطريق المستقيم فإذا قتح بالمسلم وبالمسلمين رحمة في صورة نقمة تأذيبا له وموعدة له كي يضع كي يراجع نفسه في إخطائه كي يراجع نفسه في مجترح لأن آيات الكريمة ما أصدق منها طبعا قولا إذا أصبتنا مصيبة فهي من أنفسنا فإن كان هناك استعمار فلأن صبق عليه ومهد له شيء لم نعتني بتحديده وبتسميته لأننا لم نشعر بواجباتنا فيما مثلا فيما مضى أما الأمر كان في منتهى الوضوح في منتهى الوضوح في منتهى الوضوح الاستعمار نحن الذين صنعناه بأيدينا وصنعناه بشيء نسمي أنا في دراسات القابلية للاستعمار فلو تنبهنا منذ قرن أننا نحن مهدنا السبيل للشيء الذي يسمي لهذه بطرها التي تسمى والتي أخذت منا كل ونصبت فيها بكل أسف كل مجهوداتنا وعيتنا المقالات والخطابة على لعم الاستعمار وعلى التفليل بالاستعمار لو راجعنا أنفسنا سنة أو عشر سنوات لو راجعنا في نفوسنا لم تبهنا أن الاستعمار ليس إلا ما صنعناه نحن بأيدينا وما مهدنا وما مهدنا له السبيل إلا نحن تحت الظاهرة تحت الظاهرة محتر لهذا الشيء الذي يسميه القابلية الاستعمار ورغم ذلك رغم هذا الجانب المرضي الذي نحن صنعناه بأيدينا يجب أن نتفت إلى جانب المرضي هو كان رحمة الله الصافيا مقيا رحمته محيطة بالإسلام والمسلم لأن الله وعده رسوله بأن يظهر دينه على الدين كله ووعده ووعده لا يزال قائمة إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها فكيف نتصور أن الله يخلق موعدا وعده هذا لا ينتبه ولا ننتصر إذن يجب أن نتبصر من ناحية أخرى حتى نكون أيضا عن وعي لتطورات أو لاحتمالات لتوقعات الفترة التي نمر بها من الشيء الذي يجب أن نلتفت إليه لا لأنه فقط يرفع عن يخلص نفوسنا من شيء من الضيق أو من التشاوم إذا شئنا إذا أفرطنا في الحكم لعلنا قول تشاوم لا لأنه يخلصنا فقط من هذه العقد بل لأنه يوضح لنا السبيل الذي يجب أن نسير عليه كي نحقق نحن أو نساهم في تحقيق وعد الله لرسوله يجب علينا في كل لحظة أن ندرك كيف يسير المجتمع البشري كله اليوم وكيف يتجه حتى ندرك أين كيف نتصرف ليتحقق وعد الله والله في غنان عنا في تحقيق وعده حتى لو لو نلفت لو نلتفت عن واجباتنا حتى ولو نولي الأطبار المعركة التي يفرضها علينا المعركة الآلة الكبرى معركة معركة شمول إسلام في العالم حتى ولو نوليها الأطبار الله في غنان عنا يحقق وعده وحده فهو الذي غلب الأحزاب وحده في المدينة يجب علينا حتى من ناحية التعبدية ناحية التعبدية لا نفكر فقط فيها في المساجد ولا في الخلوات ولا في المواقف الصوفية فقط العبادات كل خطواتنا يجب أن تكون عبادة كل كلماتنا يجب أن تكون عبادة كل حركاتنا يجب أن تكون عبادة وكفريس لله كل نبضات حياتنا يجب أن تكون موجهة مخلصة أولا لله موجهة لتحقيق إرادته في الكون الكون البشر طبعا وإن استطعنا في المريخ وإن استطعنا وإن نقتضى تبليغ وإن نقتضى منا تبليغ تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن نصعد إلى المريخ أو إلى كوكب آخر فلنحاول فلنحاول ونعلم أن كلماتنا اليوم قد تثير بعض الإزدراع طبعا بماذا نحلق نحن ولكن نقول لهؤلاء جامدين أنهم جامدون يفكرون في أن الزمن جامد وأن الأشياء لا تتغير من من سلبية إلى إيجابية وأحيانا من إيجابية إلى سلبية بتغييرا مطلقا يغير المسب يغير يغير العلاقات يغير الألوان الأبيض يصير أسود والأسود يصير أبيض أوروبا هذه لما كانت الحضارة الإسلامية مزدهرة تنير سير الموكب العالمي البشري كانت أوروبا ضعيلة فقيرة حقيرة ضعيفة جاهلة في الأيام التي كانت تعد فيها كتب مدينة مكتبة مدينة قرطوبا قرطوبا مكتبة 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 الأهلية بالقرطوبا كانت تعد أظن أظن تقريبا فيما تقدز أنت يذاكرة لم تخني تعد ثلاث ملايين مجلد في ذلك العهد في ذلك العهد كانت مكتبة تسمى الآن الصربون تضم أضم مئتين نسخة وكثير منها من اللغة العربية مترجمة أو عربيا بلغة وطبعا في النسخة لا تخرج من المكتبة إلا بالرقابة الشديدة حتى لا تضيها لأن المكتبة فقيرة إذا نرى كيف بينما المكتبة اليوم في باريس في نحن في باريس المكتبة الوطنية وهناك عدة مكاتب مكتبات تضم ملايين من المجلدات ملايين ملايين من المجلدات فإذا إذا كان هناك تشاؤ ولا أسميه تشاؤ أسميه رؤية الواطع كما هو مجردا من كل من كل تلبيث من كل لبس من كل محاولات محاولات الأدبية التي أحيانا بكل أسف في المجتمع الإقلامي تنطلق الألسنة وأحيانا الأقلام في أشياء سهلة أن تقال أو أن تكتب ولكن تكون بعد ذلك عرقي فكرية كبيرة عرقي فكرية بعد ذلك يلتقى أن يتخلص الفكر منها بإجهاد إجهاد لماذا إذن نبيع لأنفسنا الكلمات للعذبة إن كانت نتيجة إن ستكون إن كانت نتيجتها لتكون مرة إذن ما تجنب هذا من الأول لا نحل الأشياء في الأول حتى نتجرع مرارتها بعد فمن الأول نكون وقعين ونقل الأشياء كمعين ولكن الحمد لله حتى إذا تضوقنا من الحاضر بعض المرارة إذا تضوقنا إذا تجرعنا من حاضرنا بعض المرارة فإنما إذا التفتنا على يميننا أو على شمالنا كما نريد نرى أن هذه الفترة من القرن من الرابع عشر ولم يبقى منه إلا ثم سنوات أو هذه الفترة من القرن العشرين ولن يبقى منه إلا ثلث فقر من ثلث نرى أن هذه الفترة تتنخفض عن أكبر نتائج تلك عن أكبر نتائج تلك إذا تبصرنا في سير العالم اليوم ككل نرى أن الأقدار تهيي السبل وتمهد السبل للإسلام ليكون دين الخليقة جميعا جمعا نرى هذا لا أعيد لا أكرر الكلمات كلها في مناسبات أخرى لكن يجبني أنا أقول شيء بسيط لما درست للمرة الأولى ما يسمى في الجغرافيا فصل فصل من فصول الجغرافيا يسمى الجغرافيا الإنسانية وأنا صغير في داية الثانية المرخلة الثانوية كنت لما كنت أستع وأشعر بقرح لما أقرأ هذا أقرأ أن المسيحية عدد تباعها 600 مليون الزوذية عدد تباعها 500 مليون البرهمنية عدد تباعها 400 مليون ويأتي الإسلام 250 مليون فالإحصائية الأخيرة يبدو أنها تباعها تحت إشرار الأمم المتحدة تعلن أن عدد المسلمين في العالم 200 مليون يعني قريب من مليار هذا في حياة إنسان ليس في حياة في حياة جيد في حياة جيد الشيء الذي يهمني الآن إذا إذا حاولت أن أخذ عبرة من هذه الفترة الأثيرة من القرن عشر نراه 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 كأنه نهر التاريخ عندما يصل إلى ما صبه في البحر بعد أن تجمعت فيه كل مور وافد التاريخ لأن فيما أتقد لنظر أنتم سترون إن شاء الله هذه الأشياء فاليوم في هذه الفترة من التاريخ وفي هذا القرن العشرين الأشياء والتطورات التي حدثت في القرن العشرين كأنها حدثت لتقرر نهائيا مصير الإنسانية والتغيرات التي حدثت حدثت لا من حيث الشكل ولكن من حيث الجوار فنحن مثلا دخلنا في هذا أنتم أحداث أما جيل جيل الآن لما دخلنا هذا العالم نسمينا أولا هذا القرن نسميناه قرن البقار ثم نخينا فترة وجيزة فإذا به أصبحنا نسميه قرن الكهرباء ثم سرنا مرحلة وجيزة فإذا به أصبحنا نسميه قرن مثلا المواصلات السلكية والتلفزيون اللقية ثم اليوم أصبحنا نسميه العصر الدرل ثم أصبحنا نسميه عصر الفضاء خمسة مراحل قضيناها قضاها جيل واحد خمسة مراحل القراجيل واحد معناه أن التطورات في هذا القرن كانت أعمق مما كان يتصوره العقل قبل وقوعها ومعناه من ناحية أخرى أن النتائج التي ستكون حصيلة هذه التغيرات أنها ستكون نتائج نهائية أنها ستكون نتائج نهائية كأنما التاريخ قربة كأنما سيلوا التاريخ قربة من عهد جديد لا أتصور قد خطيرة أيضا في المجال النفسي في العالم لو نلقي نظرة على وجود الآخرين المتنعمين بما يسمى التقدم وما يسمى الحضارة وما يسمى اليسر وما يسمى العلم إذا ألقين نظرة على وجودهم لوجدناهم في حيرة ولوجدناهم في عسر وفي ضيق نفوس أكثر منا إذا لم تشارع إذا إذا نظرنا إلى وضعنا الله قد 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 نتساهل نتساهل في الحكم ونتسارع بالتشارع وإنما إذا نظرنا نظرة كلية في وضع البشرية كلها نرى أن الله يريد تحقيق وعده لأن الإنسانية اليوم فقدت الإنسانية المتحذرة فقدت شموخها التي كانت تعتز به في قرن ماضي لما كان تقول أن العلم سيقبلسنا ويحل كل مشكلاتنا ويصنع المعجزات في العلم صنع المعجزات في أرلن ولكن العلم لم يشبع النفوس ولم يريح الأرواح بل كانت نتيجته على عدس ذلك نتيجة تضرهن على أن العلم لا يستطيع أن يواجه المشكلات الإنسانية في أعمق جوهرها فكأنما العلم كما نراه ليس كما هو كما نراه كما تراه الإنسانية خصوصا المتحذرة الإنسانية التي زعمت منذ قرن أنها ستحلق ستنتصر على العباد وعلى الطبيعة بالعلم هذه الإنسانية الآن كأن وترزح تحت شعور الإفلاس بعلمها بعلمها أو بعبارة أخرى العلم الذي كانت تراه فأكرر لا العلم كما هو ولكن العلم الذي كانت تراه هذه الإنسانية أفلسا أفلسا في دوره هذا ما أردت أن أقول لكم في المجور وإذا كان هناك سؤال فمرحبا ما دام العلم إستاني تقول أنه قد أفلس نعم ومعنى ذلك أن بدأ دور الروح نعم هذا ما أعني بالضبط جزاك الله خير فمعناه أن دور الروح وأضل ونحن نعمل للروح الآن فلماذا تريد أن تريد أن تريد أن نعمل للروح وللحضارة نعم يجب أن لأن عنايتنا بأنفسنا لا تحل المشكلة عنايتنا بأنفسنا تقضي يجب أن نقوم بشيء الشيء يسميه إلا دات ولكن هذا وحده إن لم يتفتح عن واقع الإنسانية وعلى وقعنا أثنى إن لم يتفتح إن لم يستوعب كل المعنى الذي يتضمنه يتضمنه هذه أطفا من تاريخنا أثنى كمسلمين ومن تاريخ العالم الإنساني في شمري إن لم يكن هذا فإسلامنا يعني برك الله فيه على أي اتحار واجتهادنا نصيب إلى حد ما فهو حتى إذا كان اجتهاد مخطي فله أجر ولكن أظن أن هذا لا يكفي اليوم يجب اجتهادنا أن يتعدى هذه المرحلة وأن نكون وأن نتهيأ يجب أن نبني حضارة نجب أن نبني حضارة نعم لنريد لأنفسنا الطيقة في أنفسنا كمسلمين لأن يجب أن نرى الحقيقة كما هي الحقيقة في العالم الإسلامي ليست هذه هذه حلقة صغيرة من العالم الإسلامي يجب أن نتصور العالم كما هو العالم الإسلامي شبابه اليوم معرّض للتين شبابه معرّض للضياء لماذا معرّض للتين لماذا معرّض للضياء لسبب بسيط لأن يقول لمن يتكلم مثلنا في هذه الحلقة يقول له لو كنتم تخلصون العباد لخلصتم أنفسكم من المرض من استعمار من الجهل وهذا حق وهذا شبه حق صلى الله عليه وهذا شبه حق يعني الراجل الذي يتكلم من هذا الهجسان لا يعلم شيء أن كل حقيقة كل حقيقة كل حقيقة دهاجاً الجانب الذي نسميه صحة الحقيقة التي مستدل عليه أحياناً بالبرهان العلمي الذي لا يترك مجالاً لأي شك وفيها جانب آخر الصراحية خصوصاً الحقائق التاريخية الحقائق الاجتماعية اليوم المجتمع الإسلامي له وجهان الوجه الذي يراه المومن الوجه المشرق الذي يراه المومن وتراه المومنات يعني وجه الصحة صحة الفكرة الإسلامية ولكن له الوجه الآخر الذي يراه الآخر الذي يراه الآخر من أبنائنا ومن بناتنا ويراه الآخر من الآخرين من عالم الآخرين الأنماني الميزي للعلاق فالوجه الآخر هو وجه الصلاحية والصلاحية مفهودة اليوم المجتمع الإسلامي اليوم الصلاحية مفهودة وهذا واقع ماذا أعني بالصلاحية ماذا أعني بالصلاحية الدين الدين كحدث تاريخي مثلا الإسلامي لما أتى أتى لأمره ووجدنا هذه الكلمات حتى على لسان من الصحبة وعلى لسان من رسول الحمد لله أتى لي أمرين أن يضع بين المخلوق وخالقه صلة العبودية الصحيحة صلة العبادة وهذه صلة العبودية هي العبادة يعني صلة العبودية تتجسم في العبادات في الجانب في الجانب العبادات وذلك أتى أيضا ليحقق لهذا الإنسان كرامته بين المجتمعات الأخرى بين المجتمعات الأخرى بين العباس لأن الصراع مستمر بين الخير والشرق بين الأمة الإسلامية إذا تصورنا أنها هي صورة الخير وبين الشرق الذي نسميه الكفر نسميه الإلحاد نسميه الجاهل نسميه الجاهلية نسميه الوتمية إلى خير المادية إلى خير فالأمة التي تكون في مستوى حضار أدنى من أمة كافرة ويبدو أن ابن التنية أورد حديثا في الموضوع أورد حديثا يهنى في الموضوع يقول رحمه الله على الإسلام صلى الله عليه وسلم الدولة الدولة الظالمة لتدوم ولو كان أهلها مؤمن والدولة العابلة تدوم ولو كان أهلها كثير هذه الصلاحية والصلاحية في الآية الكريمة وقد ذكرنا في الكتاب بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون الغريب في أن هذا تعبير القرآني تعبير لا نستطيع لا نجد الإسلام اللايق لتمجيبه لأن هذا الحقيقة تعبير رائع من حيث ومن حيث ومن حيث سعة الرحمة رحمة الله بالبشر حتى من لا يستحق الجنة بسبب قفره فلا يحرم من هذه الدنيا إن قام بواجدات الدنيا والآيات كثيرة والآيات كثيرة تال على هذا والآيات كثيرة وفيها الآية ليس بأمانكم ولا أمان أهل الكتاب ليس تبقى بي أمان نفرض على الأقدار أن تتصرف طبقا لشهواتنا ولرغباتنا ليس بأمان ليس بأمان ولا بأمان أهل الكتاب أيضا قدرة إلهية تتصرف بحكمة وبقسط بين البشر في الأرض يريتها العباد الصالح الذين يصلحون الأرض في هذا الصلاحية هذي الجانب جانب جانب الصلاحية ليس معنى هم صالح يعني إنه تأتي في معنى الصلاحية الصلاحية هو صلاح هو الصلاح مثلا هنا معنى الصلاحية العباد الذين يصلحون الأرض يعني يجب أن نعلم ما هو صلاح الأرض هو الذي يشير إليه الحديث الذي يذكره من الكيمية الدولة الظالمة لتدوم ولو كان أهلها مؤمنين يعني فقدوا لأنهم فقدوا صلاح لأنهم فقدوا صلاح لأنهم فقدوا فيسقدون الدولة الدولة العادلة تدوم ولو كان أهلها كافرين لأنهم ليس لأنهم مؤمنين لأنهم كافرين ولو كانوا كافرين لأن الصلاحية شيء والصحة شيء يجب أن شوية دناتنا أيضا يجب أن الأشياء يدركوها حتى ما وهذا موضوع ما تظنوا أنه موضوع تسليه أدبية هذا موضوع تسليه أدبية لا لا تكلف الأدب ولا أعلم الأدب ولا أعرف ليس لأي باع عند العالم القضية أولا يجب أن عندما نكون في حوار مع ضمير نعم أمام القضايا العالمية أن نستطيع أن نقنع على الأقل أن نستطيع أن نقنع أنفسنا على الأقل هذا هذا أقل مقدار من المنطق من من تدليل على صحة الأشياء على الأقل نستطيع أن نقنع أنفسنا لأننا اليوم إذا كنا محرومين إذا كنا محرومين ونحن على بعد ستين كيلومتر فقط على حدود إسرائيل إذا كنا محرومين من العزة ومن المجد ومن القوة ومن 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 تضيفون أشياء كافية على صبورة حتى تتعلمون هكذا أسلوب العمل العلمي إذا كنا محرومين هل هذا ظلم من الله أو هذا نقص في الإسلام لا طبعا هل هذا لأن الإسلام فقد صحته لا طبعا الإسلام لا يفقد صحته ولو ولو أهمل المسلمون طريقة استعماله كأدات كأدات حصانة كأدات كأدات عمل كأدات عمل كأدات تزكي المجتمع كأدات تحقق للفرض في المجتمع كل الضمنات حتى يكون يستطيع الكعليم لما يكون طفل يستطيع العمل لما يكون راجل يستطيع رعاية الصحة إن كان مريضا إلى يستطيع الأمن إذا انتقل من مكان إلى آخر أن يجد الأمن في الطريق وهل هذا جديد في منطق المجتمع لا بالله لا بالله هذا ليس بالجديد هذا جوهر ما أشار إليه أكثر من مرة رسول الله في حديثه بحيث عندما نراجع بعض الأحديث نشعر بأن هذا الرسول الكريم أتى لأمرين أتى لأمرين وأحيانا أتى لأمرين لأمر الأخرى ولأمر الدنيا وأحيانا ما راه مع بعض الصحبة مثلا هل تعلمون هل سمعت الحديث عدي بن حزان ما ترى أتى كان عدي بن حزان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحبة فأتى رجل عربي يشتكي الفاقر لم يجب عليه لم يجب الرسول كأنه متوقع الشيء الذي سيأتي وأتى آخر وأتى آخر فشكى له فقد الأمن يعني قطع السبل في أظن في نواحي نجد فلما انتهى ثاني من حديثه لم يرتفت للذين كانوا يتكلمان معه بل التفت بل التفت للصحابي الذي الذي رواء الحديث هو يعني العديد عدي بن حزان فالتفت إليه رسول الله ويقول يا عديد هل تعرف الحيرة قال له لا أعرفها ولكن نبئت عنها فاستمر رسول الله في حديثه إن طالت بك حياتي عدي ترى ترى الضعينة تنتقل من الحيرة إلى أن تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله يعني تضمين الأمان والسبل فقال يضيف عديد لأنه راوي الحديث تضيف وهذا راية رائعة جدا رائعة من كل جوانب حتى من ناحية نفسية لأن الراوي نفسه أضاف أشياء تهم كبيرة لأن هو يرى الواقع النبي يرى بنور الله ويرى بالوحي من الله أما هذا إنسان مثلنا عديد بن حزان إنسان فإذا بيه لما يقول الرسول سترى إن طالت بك حياة ضعينة تسير أو تنتقلون من الخير إلى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله قال في نفسه وأين دعار طيب يقول هذا في الحديث في نص الحديث الرسول يقول إن طالت بك حياة ترى وهو يقول في نفسه أين هذا ما معناه هذا معناه هناك دراج التشكك وهذا لباس بهذا التشكك التشكك هذا ظاهر إنسانية كل عاقل إبراهيم لتطمأن نفسي تأنا إبراهيم لما يتكرم تارين لتطمأن نفسي معناه نفسي البشرية كلها قواقة إلى كامل الوضوح إلى كامل الوضوح ثم يضيف رسول الله وإن طالت بك حياة وإن طالت بك حياة سترى كنوزها كسرة تبدل في سبيل الله وإن طالت بك حياة في جزء الثالث الحديث سترى من تكون في فضته لهبا أو فضة لا يجد من يقبلها منه فيعلق عن هذا عادي بن حزام أنه رأى الضعين وتنتقل من الحيرة أو تسير من الحيرة إلى أن تطوف بك عبا وهو ساهم يوم القادسية هو كان من مجاهدي يوم يوم فتح الله على المسلمين وأعطاهم كنوز كسرة التي بذلت في سبيل الله فعلا كان هو أحد المجاهدين فأصبح هو الآن ما أصبح يقول أين دعاء ما أصبح يقول أين دعاء أصبح يقول يبدل شيء آخر أصبح يقول المستمعين الذين يأتون ليستمعون منه ما يروي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يقول للآخرين وإن طالت بكم حياة سترون البقية ما معناه سترون البقية إذن ففظ هذا حديث هذا هل تكلم الجانب هناك هذا هو الجانب الذي هذا الجانب كان رسول الله يبلغ به وسيل تبليغ المسلم ليس في حاجة إلى أن يعرف أنه ضعيم تنتقل أو لا تنتقل ويد ما الآن ذهب لا تجد من يتقبل منها ما فيها ويكون اسكسرة وجود الله لا يحتاج إلى هذا التدليل وإنما سنة الله في خلقه جعلت أن النبي ينطلق لسانه بالتدليل على صحة رسالته رسالته بهذا بهذا العرض وهذا حديث ليس من صنع الأدباء والشعار هذا حديث وتحقق هذا الحديث هذا ما يزيد هذا ما هو هذا الجانب ما هو هذا الجانب الذي نشير إليه الصلاحية كيف استعمل الصلاحية رسول الله استعملها دليلا على الصحة يجب ندرك الأشياء يعني نحل الأشياء استعمل الرسول منطق أو حجة الصلاحية دليلا على صحة الإسلام صلاحية الإسلام من هنا المرأة ضعينة تنتقل في أم صلاحية كنوز تبدل في سبيل من نجل الفقراء والجهاد وهوا في الخير يعني في أبواب الخير صلاحية يصبح العطاء لا يحتاج إنساني لعطاء الذهب الفضل لأنها اقتنع به وأشبعت حاجاته كلها هذه كلها الصلاحيات وأصبحت هذه الصلاحيات في منطق الرسول تستعمل كعجة عن صحة الإسلام صلاحيات الإسلام يستعملها الرسول كحجة للتدليل على صحة الإسلام إذن يجب أن بنتنا لما سألتني هذا الجواب عن سؤال بنتنا أم عصام يجب أن نعرف أن الأفكار وخصوصا الأفكار الاجتماعية وخصوصا طبعا فكرة العظمى الدي وما أدراك والإسلام خصوصا في جانب الصحة والصلاحية إذا أتت فكرة مهلا إذا أتت فكرة صحيحة هل هي صالحة لا لا تقترم بالضرورة لا تقترم بالضرورة الصحة والصلاحية قد تكون فكرة قد تكون فكرة صحيحة في وقت ما لا تصلح في وقت ما أو تكون صحيحة قد فقدت صلاحية الطريقة صحيحة قد فقدت صلاحيتها في الطريقة اليوم اليوم عندما نتسأل عن الإسلام هل أحد مننا نحن المسلمون يشك في صحة الإسلام هل واحد مننا بل ربما ربما لا أتصور ربما عند بعض الغربيين ربما فيه شعور غامض بصحة الإسلام وهذا أكثر من حجب هذا أكثر من مرة حتى في تعبير حتى أحيانا يعني في تعابير في تعابير متصلة بطينة الثقافة التي جبل عليها الإنسان مثلا طمارس كارليل عندما يتكلم عن القرآن كأنه يقول صحيح القرآن كأنه يقول طبعا نقول مثلا القرآن نزل من السماء فهو كلام الله لعباده على لسان رسوله الثقافة طبعا طمارس كارليل ليس مسلما لا يتكلم بلساننا لا يقول كما كنت أقول ولكن والله كاد يقول ذلك والله كاد يقول ذلك بلسانه فقال في كتاب الأرطاء عن القرآن إنه لا صوت أو لا صدى هو يقول صدى الترجماء ولكن ضيق الترجماء وفضل صوت إنه لا صوت انبثق من قلب الطبيعة ذاتها هذا كلامه لأنه ليوم بالله ولكن لم يستطع أن يقول هذا كلام انطلق من لسان رجولين اسمه محمد بن عبد الله لم يقول هذا لأن أدرك أدرك بشعور غرب أن هذا القرآن غريب عن العبقرية المشرية هذا شيء آخر هذا شيء آخر لا صلة لهم بالعبقر ولهذا قال استعمل عبارة أخرى استعمل نزل من من كلام الله المحفوظ على نبي الكريم هو يقول انبثق صوت انبثق من قلب الطبيعة ذاتها كاد كأنه كاد أن يقول الإسلام صحيح ولكن هذا الرجل من ناحية أخرى وكثير من شبابنا معه بكل أسف يقول لكن فقد الصلاحية اليوم فين هي الصلاحية المسلمون اليوم من ناحية الصلاحية فقدوا كل شيء هل هما الوريثون هل هما العباد اليوم هل هما اليوم هل هم العباد الصالحون الوريثون للأرض لا لا الأرض كأنها ورثها الله لعباد الأصلح اليوم من المسلمين وإن كانوا ظالمين وإن كانوا أحيان مجرمين ولكن لماذا لأن ربنا حكمة الله لأن الله لا يضيع الكون بسبب بسبب اتيه المسلمين بسبب اتيه المسلمين لا يعرض المولى ليس بأمانيكم يا بنتي فكري فكري يا بنتي ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل كتاب حكمة الله ميشة ليست حكمة الله أعلى من إرادة المسلمين وأعلى من إرادة الآخرين يجب أن نتصور حكمة الله كما هي أنا كنت قبل في العشية هذه وأنا عايد مع أخ سيد جواد كنت قصر قصة أنا حضرت كتب لي أن أحضر قصف مدينة رمبر وأظن كان أكبر قصف في تاريخ الحرب العالمية الآن رأيت رأيت هول رأيت هول في في ليلة في ثلاث ساعات في ثلاث ساعات أظن قضى حدفه أكثر من ثلاثمئة ألف نفس ثلاث ساعات واشتعل مااشتعل مدينة كلها اشتعل وأنا كإنسان سانا كمصري في الحرب العالمية الثانية لأنني اعتقدت أن خدمة المسلمين من هذه الناحية يعني لأنني طبعا رأيت أن في ذلك العهد الألمان ضد اليهود ولأن الاستعمار أيضا نقاوم الاستعمار لا قدرنا أن من واجبنا أن نكون بجنب الألمان وسلكنا هذا السلوك وكان سلوكنا عن اجتهاد بوجه الله لا تبحقنا منه مصلحة بل ضيعنا مصلحه فلما وقع قصف حنبورغ في هذه الليلة 28 يوميو في سنة 43 كنت أنا قريب من المدينة في وفي الليل طبعا ككل الناس في الليل لا أرى ملامح ومعالم غيف الذي كنت فيه وإنما أتيتي مكان هكذا كأنها ساقية هكذا وضعت فيه هكذا جالس هكذا على حرف في الساقية وأقدامي في الساقية انتظر حتى تمر هذه المحنة وطبعا تأملت في الوضع رأيت أن القضية سنفسرها نحن أنا تكلم كمسلم ثم اغطط من هذا وانزعج من هذا قلت يا رب سبحانك كيف احنا تبعنا هذا السبيل لخدمة وجهك الكريم ورح نضيعه وهذه فترة يعني لحظة لم تدم أكثر فكرة هذه لم تدم أكثر من لحظة ومرت الحرب وانتهت الحرب العالمية ثانية وقضينا ما شاء الله في متعب معنيش ثم في سنة ستة ورمعين عدت للجزائر وبدأ وجه العالم الجديد بعد الحرب العالمية الثانية يظهر تكونت سوريا كدولة تكونت الأردن كدولة تكونت باكستان كدولة أندونيسيا كدولة بدأنا نشعر بأن العالم أخذ وجه جديد فتسأل قلت هل لو انتصرت ألمانيا هل يتخذ هذا العالم هذا وجه الجديد أبعا لا لأنني أعلم ما هي سيئة سالما في ذلك العالم فكان جوابي في نفسي انحمدت الله قلت الحمد لله أما الله لا يتصرف بإرادة البشر ولكن بإرادته لو تصرف بإرادة البشر سواء كانوا مسلمين سواء كانوا غير مسلمين لضع العالم في 24 ساعة